السؤال ماذا قال المسيح عن مجيءه؟ كيف سيأتي يسوع المسيح؟ أولا سيأتي شخصيا في يحنى 14 قال أنا ذاهب لأعد لكم مكان ومتى أعددت لكم المكان؟ آتي وأخذكم أيضا أخذكم حتى حيثما أكون أنا تكونون أنتم فإذن يتكلم عن مجيءه أنه سيأتي شخصيا وهو حاليا عم بعد مكان لإلنا شيء ثاني مجيء المسيح سيكون بدون توقع في ساعة لا تظنون فيها سيأتي ابن الإنسان مهما حاولنا بالتوقيت ونشتغل على المواسم والساعات والتوقيت لا أحد يعلم وإذا واحد بيعطيك توقيت عن مجيء المسيح على طول اعرف أنه هذه بدعة لأنه لا أحد يعلم الساعة لكن المسيح سيأتي بدون توقع كلص يعني بيشبه كيف اللص بيدخل على بيت هكذا رح يأتي الرب يسوع شيء ثالث رح مجيء يكون مجيء فجائي يعني مثل البرق من السماء غير عن المجيء الأول تجهيز وإعداد والحمل يعني مريم العذراء والولادة في بيت لحم والنمو المستمر لكن مجيء المسيح ثانية مثل البرق هكذا رح يكون مجيء يسوع المسيح مجيء فجاء يعني الشخص يعني بدون توقع رح يعني يتفاجأ من هذا المجيد ثم سيأتي بمجد عظيم مع الآب والملائكة القدسين وهذا ما تكلم عنه بداية في قيصرية فليبوس عندما وعد بمجيء ثانية أنه رح يذهب إلى أورشاليم ورح يتألم ويموت ويقوم وعلى الطول بعدها ابتدأ يتكلم عن مجيء العظيم اللي رح يبوق وبصوت وبهتاف ورح يكون بمجد عظيم جدا في جبل الزيتون اللي شايفينه وراي صعد يسوع المسيح إلى السماء وأعين التلميذ شاخصة إلى فو فجاء رجلان بثياب بيض يعني ملكان وقالا أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين هكذا تنظرون إلى السماء إن هذا الذي صعد إلى السماء سيأتي هكذا ثانية فإذن في مجيء ثاني ليسوع المسيح وهذا ما يعلم الكتاب المقدس فإذن أحبائي سيكون مجيء المسيح شخصيا سيكون علنيا رح يكون مجيء بالجسد الممجد رح يكون مجيء فجائي بدون توقع وراح يكون مجيء الرب يسوع يعني الكل رح يعرف عنه بمجد عظيم جدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر